السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بعد ذلك نحنك له فمه بتمارات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في ايدينا ونحنك نستاكله في فمه يمين وشمال لماذا؟ قيل لان هذا الثمر فيه واحد المادة للغليكوز وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاجه الى ذلك خصوصا وانه يجرح في القصبة الهوائية ديالو لما يستنشق الهواء اول مرة لانه كان في بطن امه محميا لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الان خرج الى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبته الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بتمارات هذا المادة للسكرية الطبيعية كتخليه يشعر بالاريحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يخليك لا محلو يعني فيما بعد يخليه حلو لذا التمر مزيد تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وايضا نحنك للمولود فمه بتمارات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي اليك بجدع نخلي تساقط عليك رطبا جانية فكلي واشربي وقرعينا فالتمر يعطي واحد الانطباع على أن كلامه حلو صورته حلو مقامه حلو بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك نقوم بحلق شعره في اليوم السابع اليوم السابع نحلق له شعره وحلق الشعر هو أيضا فيه بركة لأنه في تيمنا أن الله تعالى يعيد له حياة جديدة لما الشعر في رأسه ذلك الشعر ذي البطن الشعر ذي الكرش لابد أن يزول وكأن الأرض لما يقوم الفلاح بإعادة تقليب التربة ويحرتها إنما يريد أن يعيد المواد الكيموية لتعرض التربة إلى أشعة الشمس ويقع النبات ويقع الكلأ هكذا الشعر نقوم بحلق شعره ومن السنة أن الحلق يكون بالتسمية بسم الله الله أكبر وكيبدأ الأمر من اليمين بالشق الأيمان ثم الشق الأيسر ويجمع ذلك الشعر ويعبر عند صاحب الدهب ويخرج مالا تقريبا غالي يكون واحد مئة درهم تقريبا لمقدر يقوم بالإجراء بشعر مول الدهب ويعبره يعني يقدر في حدود مئة وخمسين إلى مئة درهم يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين إذا جاء المولود أول شيء نقوم به هو أن نشكر ربنا عز وجل نكتر من الشكر نكتر من الحمد نكتر من الابتغال للعطاء الإلهي ثم نبدأ نستقبل المولود فنؤذن له في الأذن اليمنى ونقيم له الصلاة في الأذن اليسرى هذا من السنة لماذا الآذان في الأذن اليمنى وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى حتى يطبع ويجبل ويفطر على الإيمان واليقين أول من يدخل إلى دهنه الدهن لازال خاليا والعقل الباطن لازال فارغا فأول ما يسجل في هذا الجسد في عقله وفكره وباطنه هي شعار الإسلام الله أكبر الله أكبر تكبير وتعزيز لمقام الألوهية الكبرياء لله العظمة لله وحده لا شريك له ثم لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا الشعار الدين يعني منهجنا هو 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 اتباع الله تعالى على سنة نبيه ثم بقية الكلام المشهور في الآذان والإقامة وهذا الأمر هو يحمي المولود من مكائد الشيطان لأن المولود يصاب بمس الكبار عندهم ما يسمى بالمس العشق أو المس الذي يؤتي الوساوس الناس مرضى بالوساوس والأطفال الصغار عندهم ما يسمى بأم الصبيان قد لقى بعض الأطفال الصغار يبدأون بالصراخ وبالعويل بالليل والنهار في كل وقت وحين فحينما نؤدي لهم في الأذن اليمنى ونقيم لهم الصلاة في الأذن اليسرى فإنه يحمى من أم الصبيان أم الصبيان هي روح خبيثة كتخز الأطفال وكتشعرون بالألم ثم نقرأ عليه ما تيسر من كلام الله تعالى كله نور وبركة ثم بعد ذلك يعق عنه العقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الأحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة لكن استحباب قوي كتسمى استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة ملك يكون المولد الذكر كان نبحوله ججد الحوالة وإذا كان أنت كان نبحوله حول واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب ربنا يشرع فالأنت ما زالك تسال واحد ضحية أخرى هي أنها لما تكبر تيمن أنها تكبر بسرعة والخاطب ديالها سوف يأتي بشات فالخاطب اللي كي بغي يخطب وكي بغي يتزوج قال لي التمس ولو خاتم من حديد وأولم ولو بشات هي الضروبة كي جيب العريس فيما بعد ولهذا دك المولود اللي عنده شاتان هو اللي غير يخلص فيما بعد هذا الشات هي لكان توأم أحداثا توأم لكان توأم ذكرين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشين كبشين لكل دكار كبشين كبشين إلا كانت توأم أنت كانت تكون كبش لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن اللي هو الكبش أو البقار أو الإبل البقار يخصي يكون عنده سنتين والإبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة وخصة تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عراجوها ولا الهزيلة التي عجفا لا ينبغي أن تكون وحد العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع دياله إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكون يوم الواحد والعشرين فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبيحة هي من سنة أن الجزار لغديد بحاب خصيك متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله لما إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة اللا يكسر عظمها يكون جزار فنان كيتبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذا العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مولود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكت فيديه كأنه فدية تفديه بإراقة الدم وهذه العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي يكون تكافل اجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق منها للفقراء والمساكين فالعقيقة هي نوع من التكافل الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفي الإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة